أعلنت دولة الإمارات أن نيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات التنظيم النسائي ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم وكانت السلطات الإماراتية أعلنت منتصف تموز أنها فككت مجموعة سرية كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستورة دولة الخليجية وتسعى للاستلاء على الحكم ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أجلان اتفقا في مفاوضاتهما الأخيرة على مبدأ وقف القتال المستمر بين الجانبين منذ العام 1984 وتجري الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء إردوغان منذ نهاية العام 2012 مفاوضات مباشرة مع أجلان الذي يمضي منذ العام 1999 عقوبة السجن المؤبد في جزيرة النائية ندد وزير الخارجية الهندية بمقتل جنديين هنديين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود مع باكستان قائلا إن ذلك أمر غير مقبول مشددا على ضرورة أن لا يؤدي الحادث إلى تصعيد وكانت الهند استدعت السفير الباكستاني للاحتجاج على مقتل اثنين من جنودها في إطلاق النار عند الحدود وما أوردته تقارير عن قطع رأس أحدهما ما أدى إلى تأجيج التوتر بين البلدين ترجمة نانسي قنقر